يتوافق السابع عشر من أكتوبر مع اليوم العالمي للتبرع بالعضاء وقد ارتأت جمعية الرحالة لهواة المشي إقامة حملة تبرعات يتزعمها أكثر من خمسة عشر شخصا أغلبهم من الشباب توفدوا نحو المحكمة الابتدائية بطنجة ليوقعوا على موافقتهم ببذل أعضائهم صدقة بعد الوفاة وتدخل هذه المبادرة ضمن الحملات التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني للترويج لهذه الخطوة الإنسانية النبيلة تفاصيل أكثر في روبرتان جدريس بوصرحان بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء توافد أزياد من خمسة عشر شخصا نحو المحكمة الابتدائية بطنجة للتوقيع بسجل المحكمة الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مبادرة قامت بها جمعية الرحالة لهواة المشي من أجل ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء بين الشباب وتوعية باقي المواطنين بذور هذا العمل الإنساني في تحقيق وترسيخ قيم التضامن والتأذر وحب الآخر بين كل مكونات المجتمع المغربي هذه صادقة جارية وفعل خير اللي كانت تبرعوا بالأعضاء دينا بعد الممات واللي كتحتاج مسألة بسيطة وهو الموتول دينا في المحكمة هنا في مكتب السيد الرئيس بس كيشجلوا الاسم دينا بطبيعة الحال بالبطاقة الوطنية دينا وكيبقالش الاسم دينا مشجل مايكي وقعشي كسيدة ولا الممات شي حديثة ولا شي حاجة كيمكن يستغلوا ديك الأعضاء دينا اللي غادي تندثر بطبيعة الحال نحن نضعها رهنا الإشارة دينا المحكمة الابتدائية ودينا الأطباء باش يستغلوها ناس خرين ولهذا سميت في الحياة بعد الممات فهذا العمل الذي تبرعه أو الذي أوصابه أو الذي أراده في حياته أن يكون بعدما ماته ينقل إلى شخص آخر فمن حقه ذلك ليستفيد منه شخص أو أناس آخرين لأنهم قد يفيدوا المجتمع ويفيدوا المجتمعات ككل ويفيدون الإنسانية فيما بعد موته هو ولكنهم قد يحتفظون بهذه الحياة الكريمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها بين الناس جميعا فهو المحيء وهو المميت إذن إذا ما كانت هذه الأعضاء يحيى بها أشخاص آخرون فأرى من منظوري بأنها شيء بأنه عمل حسن يجازي عليه الله في الدنيا ويجازي عليه الله سبحانه وتعالى في الآخر أمر في غاية سهولة الإنسان يتوفق يأخذ الله لأمانة دياله بعد أي مكانت الحالة ديال المهمة الإنسان يتبرع بعض الأعضاء ديال الجسم دياله مثلا في حالة القرنية ديال العين الكابيد الطيحال مشي كل شيء بعض الأشياء لناية مهمة يقدر يستفيد منه وإنسان معوز محتاج ما عنده شيء نحن نسبلها في يساب الله هو حدث غير مسبوق لأنه عمرنا في المهرب ما كان هذا التعبئة وما كان هذا العدد كله من الموقعين في يوم واحد في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الوافاة نتمنى ومزيد من التعبئة حول هذا الموضوع موضوع اللي فيه إعلاء للقيم الدينية والقيم الإنسانية والقيم المواطنة فيه كذلك تشجيع على العطاء فنتمنى وأن التبرع بالأعضاء يتطور في بلادنا نتمنى وأن زرع الأعضاء يتطور في بلادنا ويعتبر اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء مناسبة لتوعية المواطنين بأهمية هذا الفعل الإنساني النبيل وحثهم على التفكير فيه وتشجيعهم على الإقدام على التسجيل في لوائح المتبرعين كمساهمة وزنة في إنقاذ حياة أشخاص آخرين